السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناردنا نتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا وهنعرف خلالها خلاصة القراس المضادة للتفاقليات وهنعرف كمان أهم التفاصيل الخاصة بيها وأهم مجرعتها ويليت لو أنت لسه أول مرة تفرج علينا هتنساش تتعامنا ودو سلايك تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان تصالك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول بس قبل ما نبدأ عايز نكترى في الأول أن الأميبة ممكن تلاقيها في الجسم في صورتين وهم أول حاجة الفيجيتيتف فورم ودي الصورة اللي بتهاجم الجسم وبتسبب بعض الأراض زي الإسهال ومشاكل الهضم تاني صورة وهي السيست فورم ودي اللي بتكون خاملة ومتحوصلة على نفسها وعشان أعرف أنا مصاب بأنه نوع فلازم طبعا نعمل ستول أناليسيس أو تحليل بروز عشان أحدد أن أهدي الجرعة على أي أساس ومن هنا خلينا بقى نروح لأول مادة فعالة معنا وهي مادة الميترويندازول والمادة دي بتكون أنتيبرتوزول وبرضو بتكون أنتيبكتيريال وبتنزل بتركيزين وهم أول حاجة 250 ميلي جرام ويئر 500 ميلي جرام وهنلاقيها موجودة في أصناف زي الأمريزول والفلاجيل والدوموزول والفلاجيكيور والجيدازول والترايكوجيل وجرعتهم بالنسبة للجياردية والأميبة في صورة الفيجيتيتف فورم بتكون أرس كل 8 ساعات يوميا لمدة أسبوع إنما بقى لو الأميبة في صورة السيست فورم فبنستعمل الجرعة دي وبنكرر الجرعة دي مرة كمان بعد أسبوع واخد بالك إن الأدوية دي بتعمل سايد إفكت مشهور جداً وهو الميتاليك تيست وهنلاقي إن طعم الفم متغير عن الطبيعي نيجي بقى لتاني مادة فعالة معنا وهي التينيتازول والمادة دي بتقضي على أنواع كتيرة من الطفاليات وكمان بتشتغل كأنتي باكتريال زي الميتروني دازول وبتنزل بتركيز واحد بس وهو الـ 500 ميلي جرام وهنلاقيها موجودة في أصناف زي البروتوزول والفاسي جين وجرعتهم بتكون أربع راس بتركيز 2 جرام مرة واحدة فقط ولا تقرر أما بقى بالنسبة للأميبة في صورة السيست فورم فبتكون الجرعة أربع راس بتركيز 2 جرام يوميا لمدة 3 أيام نروح بقى لتالت مادة فعالة معنا وهي الاسكني دازول والمادة دي من المواد الممتازة جدا متعتبر أشهر مادة للأميبة وهنلاقيها بتنزل بتركيزين وهما الـ 500 ميلي جرام والـ 1 جرام وهنلاقيها موجودة في أصناف زي الأميبة زول والسيبة زول فورد واليوروزول والفلادازول والفلاجنتيل والأوبيني دازول والاسكني دازول والسيني دال وجرعتهم بتكون 2 جرام مرة واحدة فقط ولا تكرر أما بالنسبة للأميبة في صورة السيست فورم فبتكون الجرعة 2 جرام يوميا لمدة 3 أيام ويفضل الجرعة تكون بعد الأكل نيجي لرابع مادة معنا وهي الأورني دازول والمادة دي مش مشهورة زي السكين دازول لكن هي ممتازة برضو ونلاقيها بتنزل بتركيز 500 ميلي جرام وهنلاقيها موجودة في أصناف زي الأسترانيدا والأورني داز والأورني فودا والتيبيزول وجرعتهم بتكون 3 أعراس مرة واحدة فقط ولا تكرر وده بيكون في الحالات الحادة أما في الحالات المزمنة فبتكون الجرعة أورس كل 12 ساعة يوميا لمدة 5 أيام نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الديلوكزينايد فيوريد والمادة دي بتشتغل بس على الأميبة في صورة السيست فورم وهنلاقيها بتنزل بتركيز 500 ميلي جرام وهنلاقيها موجودة في أصناف زي الأميبايل والفيوراميب وجرعتهم بتكون أورس كل 8 ساعات يوميا لمدة أسبوع عايزك بقى تاخد بالك من التركيبة اللي جاية لأني عرفت انت فكرت في ايه بالزبط وهو ان في شركات جمعت ما بين مادة الميترونيدازول ومادة الديلوكزينايد بحيث ان الأولانية تشتغل على الفيجيتيتف فورم والتانية تشتغل على السيست فورم وبكده أكون استفدت من المادتين مع بعض وهتلاقي المادتين دول موجودين في أصناف زي الديلوزول ويه الفلاجيمايد ويه الفيرازول وجرعتهم طبعا انت عرفتها لوحدك وهي أورس كل 8 ساعات يوميا لمدة أسبوع نيجي بقى لآخر مادة معانا وهي مادة النيترسجونعيد والمادة دي بتكون برضو مضادة للديدان والمادة دي بتنزب تركيز واحد وهو ال500 ميلي جرام وهنلاقيها موجودة في أصناف زي الأنتي دايزوكس والكريبتونيز والناناسكزايد والنيتكلين والنيتازود والبراسكزايد والبروتوستوب والتراستنال والزيروفيرينيك والزوليفيوتال وجرعتهم بتكون أورس بتركيز 500 ميلي جرام كل 12 ساعة يوميا لمدة 3 أيام وبكده نكون عرفنا فلاصة الأدوية المضادة للطفائليات كاملة بأهم التفاصيل الخاصة بيها وجرعتها وأتمنى تكون استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا الشيء الليها لأن دا بيساين في ناشي الحلقة لأكبر عدد من الناس في النهاية سبحانك اللهم بحمدك شدوين لا إله إلا أنت استغفركم وعاتوب إليك والسلام عليكم